مساء الخير وكل سنة وحضراتكم طيبين وإهلا بكم في أول حلقة ألتقي بيها معاكم في عشرين اتنين وعشرين من الحياة اليوم كل سنة وإنتوا طيبين مرة تانية فترة أعياد في مصر وفي العالم كله الحقيقة سواء الكريسمس 25 يناير ثم راس السنة ثم عياد الميلاد المجيدة في مصر في خلال يومين 7 يناير عياد الميلاد المجيدة في إطار ده بقى خلوني أبدأ معكم بكذا خبر الحقيقة خاصين بهذه الفترة طبعا من ضمنها النهاردة إن رئيس الوزراء ترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس لجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس يا جماعة هي التي تتلقى الطلبات بتقنين أوضاع دور العبادة الخاصة والكنائس وأيضا المباني التابعة لها المباني التابعة لها وعايز أقول لكم إن النهاردة اللجنة وفقت كان آخر اجتماع لهذه اللجنة في 7 نوفمبر اللي فات 2021 اجتماعهم في 7 نوفمبر وكان في مجموعة الطلبات بيتم دراستها ورفعت النتائج بعدها إلى اللجنة وفقت اللجنة النهاردة على تقنين أوضاع 141 كنيسة 141 كنيسة ومبنى تابع لها وكده يوصل عدد الكنائس والمباني اللي توافق على تقنين أوضاعها من بداية عمل اللجنة لغاية النهاردة وحوالي 2162 كنيسة 2162 كنيسة تم تقنين الأوضاع بتاعتها بعد أن تم التقدم بالأرقام أو بالطلبات بتاعتها في خلال فترة انعقاد هذه اللجنة وطبعا رئيس الوزراء أكد إن لازم الجنائس والمباني الخدمية لازم تلتزم على تقنين أوضاعها واستفاء الاشتراطات المختلفة بتاعة الحمالة المدنية حفاظا على أرواح المواطنين المصلين اللي رايح يصلي هنا أو اللي رايح يتردد على هذه المباني تبقى لي الأماكن اللي هي مبنية فيها